بالعلم بل بالأدمي تنهال أعلى الرتبي عشت حياة العلماء وطرق صنوف المتبين وطرق صنوف المتبين وهي الريترن فاليو ازاي ان انا اعمل ريترن لفاليو معينة انا عايز ان انا الستورت برسيجر بتاعي دوت هيعمل لي ريترن لفاليو قيمة معينة جوه من قائلة البيانات او من الحاجة اللي انا بعملها في الستورت برسيجر اه طيب لو اقولنا كلا دلوقتي use north wind go وهقول له ان انا هعمل create procedure اه ممكن برضو نعمل بروك ديت دي برضو اختصار بروسيجر كده اه تمشي ممكن انا اكتب كلمة بروسيجر كاملة زي ما احنا كنا نعمل في الدروس اللي فاتت كده او كده اه ليها نفس الناتج هقول له هنا هسمي البرسيجر دوت او الستورت برسيجر دوت test return as هقول له هعمل هنا دلوقتي متغير هقول له declare add num as integer وبعد كده هقول له set add num equals to add add raw count اه raw count ديت دلق جوه البلت ان فانكشنز بتوع الستورت برسيجر اه دلق جوه الدوائل المخزنة جوه الستورت برسيجر كل وزفة ان انا لما بقول له ان انا عايز اه 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 ان انا دلوقتي ان انا جبت له جادول ومجموعة حقول ومجموعة السجلات فبيعدي لي فيه كام رو في الجدول دوت اللي انا هعمله يعني انا دلوقتي هقوله الاول select all from مثلا orders وظيفة وظيفة الرو كاونت هشوف انا دلوقتي جملة select ديت رقعت لي كام رو ويعدهم لي ويقول لي العدد كده طيب هقفل دلوقتي procedure ان انا هقوله return add نم يبقى انا دلوقتي بقوله رقع لي قيمة المتغير دوت اللي هو اسمه النم طيب دلوقتي هنعمل execute ونشغل الاستعلام دوت طيب انا دلوقتي بقى لما يجي اشغل هشغل الايه اه السورب procedure دوت هجي اعمل دلوقتي execute وعايز اعرف او عايز اشوف القيمة ديت انا ممكن استخدمها ازاي القيمة اللي انا قلت له يرجع لي ليعمل لي return لكلمة نم ديت عايز اعرف انت هتعملها لي او الجهاز يرجع لي ازاي قيمة الروكاون ديت طيب تعالى كنا نقوله الاول هنعرف فينا متغير هناخد استعلام جديد واقوله برضو use north wind go هنا عشان اخد قيمة عشان اعرف ان انا اجيب قيمة return value ديت ال value اللي انا عايز اعملها لازم الاول بغير لازم الاول ان انا بعمله متغير هنا هياخد القيمة اللي هتجيلي من الجملة ديت يبقى انا هعمل متغير الاول علشان المتغير دوت هيجيلي هياخد في الاخر خالص القيمة بتاعت procedure دوت كله على اا بعضه طيب تعالوا كنا بقى نعمل المتغير دوت هنا دلوقتي في جملة في الشاشة بتاعت execution هقوله declare وده نوعه هيكون انت طبعا انا بحاول ان انا اغير في اسماء المتغيرات علشان نشوف كل المتغير فيهم جاي منين يعني ده هسميته add num واللي هنا هسميه add count طيب دلوقتي بقى هعمل جملة execution الخاصة بال 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 الانتصور بسجور دوت هقوله exec test 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 return طبعا انا دلوقتي اقوله انا select انا هنا لما بقوله الكلام ده طبعا انا هنا ممدتش برضو اي حاجة تعالوا كده نشوف طبعا هنا اداني كل القيم اللي احنا اللي هو اعمالي فعلا ان هو وقاب لي بالفعل كل القيم اللي موجودة جوه او جوه كل الصفوف او كل الحاجات اللي موجودة في جدول ولكن هنا لو بصينا ان انا لما قلت له ان انا عايز دوت اللي انا المفروض ان انا هتدي له القيمة بتاعة ما ادانيش اي حاجة دان ينل يبقى انا عايز اقوله ازاي بقى اطلع ديت او اخد هنا بكل بساطة هنا هقوله اد كاونت ايكورز وهولو كده اسم الاجراء تست ريترد تعالوا كنا بقى انشغل دوت بالفعل هنا جاب لي كل الحقول وفي نفس الوقت هنا كمان حط لي بتاعته هنا اللي هي حطها لي فين في المتغير اللي انا قلت له ياخده من الحق دوت يبقى انا لو عايز ان انا اعمل اي عايز اشوف قيمة معينة اعملية زي ما كنا بنعمل في هنا العملية معقدة شوية عن هان انا بعرف متغير جوا بقى وانا بعمل عملية وانا بشغل دوت بعمل متغير والمتغير دوت بدي له قيمة بقول له بيساوي لما بقول له عايز اشغل عايز اشغل واقول له ان المتغير دوت او البراملتر دوت اللي انا عملته هيساوي قيمة هقول له بيساوي واقول له اسم وبعد كده هقول له مثلا هلاقي انه هو هنا بالفعل جاب لي القيمة بتاعته كده يبقى الدرس دوت انتهى شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا لكم ب vulnerability ترجمة نانسي قنقر